النوع الثالث من أنواع الدوال هو الدالة المركبة الدالة المركبة هي الدالة لا تنتج من تركيب دلتين أو أكثر بمعنى أنه إذا كان لدينا دلتين أو أكثر يمكن جعل هذين الدلتين أو الأكثر دالة واحدة كما في المثال التالي إذا كان لدينا الدالة Y تساوي 7x3 زائد 3 وZ تساوي Y4 زائد X في الدالة الأولى Y دالة في X أما الدالة الثانية Z دالة في Y يمكن جعل هذين الدلتين دالة واحدة على الصورة Z تساوي 7x3 زائد 3 الكل أس 4 زائد 9 تم التعويض في الدالة Z بقيمة الدالة Y فأصبحت الدالة Z تساوي 7x3 زائد 3 الكل أس 4 زائد 9 فأصبحت الدالة واحدة يعني أصبحت Z دالة في X النوع الرابع من أنواع الدوال هو الدالة العكسية الدالة العكسية هي الدالة التي تنتج من جعل المتغير المستقل X متغير تابع وجعل المتغير التابع Y متغير مستقل وتكون على الصورة X تساوي F سالب 1Y إذا كانت Y تساوي X تربيع نقص 5 فأوجد الدالة العكسية لا زيد دالة الدالة العكسية كما في التعريف تنتج من جعل X متغير تابع و Y متغير مستقل يجعل X في الطرف الأيمن و Y في الطرف الأيسر ويمكن أن نصل إلى هذه الصورة حيثه ننقل X تربية في الطرف الأكثر بعكس الإشارة سالب X تربية تساوي ننقل أيضا Y في الطرف الأيسر بعكس الإشارة يبقى سالب 5 سالب Y نتخلص من إشارة السالبة بضرب الطرفين في سالب 1 فيصبح X تربية يساوي موجب 5 زائد Y بأخذ الجزر التربية للطرفين فتصبح X تساوي الجزر التربية ل Y زائد 5 النوع الخامس من أنواع الدوال هو الدوال الزوجية والفردية أولا الدالة الزوجية الدالة الزوجية هي التي تحقق الشرط التالي F سالب X يساوي F أي عند التعويض في الدالة بسالب X بدلا من X فإذا كان ناتج التعويض هو الدالة الأصلية دون أن يحدث تغيير فإن الدالة النتجة هي الدالة الزوجية كما أنه من خواص هذه الدالة تماثل المنحنة الخاص بها حول محور Y محور X محور Y الدالة تكون في الشكل التالي أو في الشكل التالي أيضا دالة زوجية ثانيا الدالة الفردية الدالة الفردية هي التي تحقق الشرط التالي F سالب X يساوي سالب Fx أي بالتعويض في الدالة الأصلية بسالب X بدلا من X فإذا كان ناتج من التعويض سالب الدالة الأصلية فإن الدالة النتجة تسمى دالة فردية ومن خلاص الدالة الفردية تماثل المنحنة الخاص بها حول نقطة الأصل إذا كان لدينا محور X ومحور الرأس Y منحنة الدالة يمكن أن يكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل أيضا تماثل حول نقطة الأصل مثال أي الدوال الآتية زوجية وأيوها فردية الدالة الأولى Fx يساوي X تربيع الدالة الثانية Fx يساوي X أس ثلاثة أو X تكعيل لمعرفة هل الدالة زوجية أم فردية Fx يساوي X تربيع يجب أن نعود في الدالة بسالب X بدلا من X فإذا تم التعويض في الدالة بسالب X وحقاق الشرط F في سالب X فإن الدالة تصبح دالة زوجية بمعنى يتم التعويض في الدالة F في سالب X يساوي سالب X تربيع بساوي سالب X بسالب X أي الناتج X تربيع أي ناتج التعويض بسالب X يكون الدالة الأصلية في هذه الحالة الدالة زوجية وعند رسم الدالة كما في الشكل نجد أن منحنة الدالة متماسل حول محور Y كما هو واضح من الشكل الدالة Fx يساوي X 3 دالة فردية لأنها تحقق الشرط F في سالب X يساوي سالب X أي عند التعويض في الدالة بسالب X يعطي سالب الدالة الأصلية كما هو واضح F في سالب X يساوي سالب X 3 أي بساوي سالب X في سالب X في سالب X بساوي سالب في سالب مجب في سالب بسالب يساوي سالب X 3 وبالنظر إلى الدالة الأصلية نجد أنها X 3 أما الدالة من ناتج التعويض تساوي سالب X 3 أي يساوي سالب الدالة الأصلية وبرسم الدالة نجد أن منحنة الدالة متماسل حول نقطة الأصل أي أن الدالة فردية لأنها تحقق الشرط كما أنها واضحة من شكل المنحنة النوع السادس من أنواع الدوال الدوال المتزايدة والمتنقصة الدوال المتزايدة والدوال المتنقصة هي الدوال التي تتزايد أو تتناقص قيامها مع تغير قيم X وتنقسم إلى أولا الدوال المتزايدة الدوال المتزايدة هي الدوال التي تتزايد قيامها مع تزايد قيم X أي بزيادة قيم X تتزايد قيم الدالة أي الدوال التي تحقق الشرط التالي إذا كانت X1 أقل من X2 فإن Fx1 تكون أقل أيضا من Fx2 أو Fx2 تكون أكبر من Fx1 ثانيا الدوال المتنقصة وهي الدوال التي تتناقص قيمها مع تزايد قيم X أي قيم الدالة تتناقص كلما زودنا قيم X وهي الدوال التي تحقق الشرط التالي إذا كانت X1 أقل من X2 فإن Fx1 تكون أكبر من Fx2 أو Fx2 أقل من Fx1 مثال أي من الدوال الآتية متنقصة وأيها متزايدة الدل رقم 1 Fx يساوي 6x زايد 1 الدل رقم 2 Fx يساوي سالب 4x زايد 1 نبدأ بالدل رقم 1 Fx يساوي 6x زايد 1 لمعرفة هل هذه الدل متزايدة أم متنقصة نقوم بالتعويض في الدل بقيم X فإذا تم التعويض في الدل عن X تساوي 1 F1 يساوي 6x زايد 1 زايد 1 يساوي 7 إذا تم التعويض عن X تساوي 3 في الدل F3 يساوي 6x 3 18 زايد 1 يساوي 19 كما يمكن التعويض بقيم أخرى إذا تم التعويض عن X تساوي 4 F4 يساوي 6x 4 زايد 1 6x 4 بـ 24 زايد 1 ناتج التعويض 25 من الواضح كلما زادت قيم X كلما زادت قيم الدل في قيم X كانت 1 3 4 وقيم الدل 7 19 25 أي أن الدل تتزايد قيمها مع تزايد قيم X وبرسم الدل يتضح أن الدل متزايدة لجميع قيم X كما في الشكل التالي الشكل التالي يوضح أن الدل متزايدة لجميع قيم X وتأخذ الدل شكل خط مستقيم كما هو باللون الأحمر الدل رقم 2 اللي هي Fx يساوي سالب 4x زايد 1 لمعرفة هل هذه الدل متنقصة أم متزايدة يتم التعويض أيضا في الدل بقيم X المختلفة فإذا تم التعويض في الدل عن X تساوي سالب 3 F سالب 3 يساوي سالب 4 في سالب 3 سالب في سالب موجة بـ 12 زايد 1 يساوي 13 تعويض عن X يساوي سالب 1 F بسالب 1 يساوي سالب 4 في سالب 1 سالب في سالب موجة بأيضا الناتج 4 4 زايد 1 يساوي 5 إذا تم التعويض في الدل عن X تساوي 0 F في 0 4 في 0 بـ 0 زايد 1 يساوي 1 X تساوي 2 F في 2 يساوي سالب 4 في 2 زايد 1 سالب 4 في 2 سالب 8 زايد 1 يساوي سالب 7 واضح من التعويض أن قيم X تتزايد سالب 3 سالب 1 صفر 2 قيم الدلة تتناقص وبالتالي الدلة متنقصة وبرسم الدلة يتضح أن الدلة متنقصة على جميع قيم X كما هو واضح من الشكل حيث أن الدلة أو خط الدلة هو باللون الأحمر